كابتر محمود الخطيب ربنا رب يشفيه دايما ويددي له الصحة ما منعتهش اي حالة صحية ابدا انه يكون موجود مع الفريق ويكون بيدعمهم والحقيقة عندنا مشاهد كتير النهاردة بحتاجين نعلق عليها ونشوف قد ايه النادي الاهلي بيقف جنب ولاده وبناته في كل مكان والحقيقة كمان الكابتر الخطيب يعني قدم تهنئة للفرقتين النهاردة الخطيب يهنئ طائرة السيدات بالدورية وبنات اليد ببطولة الكأس قدم الكابتر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التهنئة للفريق الاول الكرة الطائرة سيدات وجهازه الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز على الزمالك والاحتفاظ ببطولة الدوري للمرة الـ 28 على التوالي واشهد بالاداء الرائع للعبات الاهلي في المباراة الفاصلة مع المنافس بعدما قدمنا مستوى فنيا عاليا فضلا عن الروح العالية والاسرار على الفوز واسعاد الجماهير كما هنئ الكابتر محمود الخطيب لعبات الفريق الاول لكرة اليد سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة الكأس على حساب نادي الزمالك ايضا وقدم الفريق مباراة قوية تفوق فيها من البداية للنهاية واستحق البطولة عن جدارة وهنئ ايضا جماهير الاهلي الوفية التي هي كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات دي كانت كانت تهنئة كابتر محمود الخطيب وكمان كابتر محمود الخطيب لم يكتفي فقط بالتهنئة بل توجه مباشرة بالرغم طبعا زي ما حادثكم شايفين كابتر الخطيب يرتدي الكمامة ربنا يشفيه وديله الصحة اي وضع كابتر محمود الخطيب فيه بيكون داعم بشكل كبير وشي الهم من نادي الاهلي يعني وطبعا كل الحضور في الملعب بينتهز الفرصة لالتقاط الصور مع كابتر محمود الخطيب وزا ما حادثكم شايفين بالتواضع الكابتر محمود المشهور عنه يعني ما بيمشيش او بياخد بعض ويمشي زي لا بيقعد يتصور لغاية ما الناس كلها تتصور معاه